صار من المألوف لدى العراقيين مشاهدة هذه المناظر في مدنهم التي يجمع ما بينها سوء الخدمات البلدية وتردي البناء التحتية واتشار القمامة على قارعة الطرق مدينة كربلاء إحدى نماذج تردي الواقع الخدمي في العراق لا يسيما في منطقة حي الإمام التي تقع شرق المدينة لا ترى ما بها استثمار لا بها معمار خدمات صفير لا البلدية تطلع لا هاي هذا الشارع سوار رجال حسين البهادري حطل أرصفه قامت جابه لوريات وشفلات شاله ولأرصفه والله شنو مريت جوه الرصي جوه الضغط الرصي أكثر من خمس سنوات وحي الإمام يشهد تقرار المشهد اليومي المتمثل بتركم النفايات وتلوث النهر القريب منه ما أدى لانتشار الأمراض الجلدية والمعاوية وفوق ذلك صار الحي مستنقعاً للمجاري بعد أن قامت البلدية بتحويل مصب الفضلات المائية للمدينة إلى النهر هذه المنطقة معدومة من الخدمات لا بلدية مربيها ولا دولة مربيها وهذا باوع حي البزر اللي هوت لك تربعة أمراض غياب دور البلدية دفع أهالي حي الإمام إلى تعيين عمال بالأجر لإزالة القمامة وذلك بعد أن أيقنوا أن مطالبهم لن تلقى آداناً مصغية في أروقة الحكومة وتبقى مصطلحات الفساد والسرقة أول ما يخطر ببالي العراقيين عند الحديث عن الواقع الخدمي في مدن العراق طالما هذا الواقع لم يتغير